في ملف التوتر الروسي الأوكراني كل يوم هناك جديد في كل ساعة يسجل قرار وتصريح طارة يحضر الجنوح نحو التصعيد وطارة ترد مقترحات لوضع حلول تبدو بعيدة عن التحقيق آخر ما حرر في هذا الإطار جاء من واشنطن بمهلة تبلغ مدتها أربعة أسابيع فما الذي يحصل؟ كشف موقع سي أن أن الأمريكي أن الرئيس الأمريكي بايدن أمهل إدارته أربعة أسابيع لوضع حد لغزو روسي محتمل ضد أوكرانيا كيف ذلك؟ ليس من مهام الرئيس فالأمر موضوع بين يدي مسؤولي الأمن القومي الأمريكي الذين جهزوا قائمة عقوبات وصفوها بالساحقة والفورية تستهدف النظام الاقتصادي والمالي الروسي ما يعني تأكيد المؤكد لا تدخلات عسكرية أمريكية في معادلة الزمن قليلة على الأمريكيين وروس هذه الأسابيع فالفريق التفاوضي لبايدن أبلغ موسكو بهذه المهلة لوضع حد لتوتر الملف الأوكراني فالإندار ثنائي القطب روسي وأمريكي لم ترد موسكو فلديها ما يشغلها الآن الروس بانتظاء رد لم يأتي بعد من واشنطن والنيتو حيال ما طرحوه من ضمانات أمنية تشمل حل التوترات بطريقة سلمية يضيق الروس بما وصفوه بالمماطلة الغربية بشأن طروحاتهم فيهددون بانتهاج الخيارات العسكرية إن لم يتوقف النيتو عن استفزازهم ويتخذ ما هو مناسب من قرارات سياسية لكن النيتو يحارف التعاطي مع موسكو في المسألة الأوكرانية فلا تراجع عن مقترح ضم كييف إلى صفوفه تلبية لمطالب روسية ولا رد من روسيا على مطلبه باستئناف عمل مجلس روسيا النيتو لتنسيق في القضايا الخلافية هذا المجلس الذي رأى النور في أعقاب الحرب الباردة وعلى كثرة الأطروحات وقلة الردود وتبسك كل طرف بما لديه من مقترحات يقوم الأوروبيون بما يجيدونه ويوافقون بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى والتي كان من المفترض أن تنتهي في الحادي والثلاثين من يناير المقبل ليس لشيء إلا لدفعها لتطبيق اتفاقيات منسك الخاصة بالصراع مع أوكرانيا كما قال المجلس الأوروبي هذه الاتفاقات التي تدعو بالمناسبة لحل أي خلاف بطرق سلمية للنظر من بعيد يبدو المشهد برمته متناقدا حشود عسكري على الحدود دعم أمريكي لكييف تؤكد واشنطن أنه لا محدود وفيما يدين السياسة حرب كلامية تمارسها أطراف تؤكد أنها تسعى للتهدئة بعيدا عن التسخين وهذا ليس إلا تقليد قديم لحصد نقاط ربما تحسم المعركة السياسيا وتجنب الجميع خطر الصدم العسكري بسلام مرتبك يعكس توتر العلاقات بين الرئيسين انطلقت في جينيب في السادس عشر من يونيو قمة بوتين وبايدن أملا في التخفيف من حدة التوتر ونقشت طرفان إعادة الدبلوماسيين والاتفاق على حوار بناء في مسائل الأمن السبراني والسياسة الخارجية لتشهد العاصمة الفنلندية هلسينكي على أول لقاء منذ نحو عامين بين رئيسي الأركان الأمريكي والروسي وكان ذلك في سبتمبر والهدف منها مواصلة المناقشات التي تهدف إلى تحسين التواصل بين القيادة العسكرية للبلدين للحد من الأخطار والصراعات مباحثات أكتوبر وصفت بالبناءة والمثمرة فنائبة وزير الخارجية الأمريكي أجرت مع نظيرها الروسي مشاورات في مقر الخارجية الروسية لأكثر من ساعتين وراء الأبواب المغلقة ولم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيلها وعلى وقع التوترات الأوكرانية الروسية حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال لقاء متوتر بينهما في ستوكهولم من أن روسيا ستواجه رد فعل قويا من واشنطن والغرب إذا تدخلت أكثر في أوكرانيا وبعد لقاء بلينكين ولافروف وعلى خلفية التوتر في كييف لقاء افتراضي جمع برئيسين الأمريكي والروسي مرة أخرى خلف الأبواب المغلقة وموضع النقاش كانت الملف الأوكراني والقضايا الأمنية الحوار الروسي الأمريكي أصفر عن زيارة لمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لموسكو وتناولت المباحثات ملفات أمنية وسياسية أبرزها الأزمة الأوكرانية ومساعي وقف التصعيد وأحياء السلام وفق اتفاق منسك بينما يشتد التوتر بشأن أنباء عن نية روسيا غزوة أوكرانيا تحاول موسكو من جهة والنيتو وواشنطن من جهة أخرى نزع فتيل الأزمة بمقترحات عدة من كل الأطراف تحدث الغرب عن نية موسكو غزوة أوكرانيا وهذا توجه لا تنكره روسيا لكنها تطرح في المقابل حلولا لمنع ذلك أبرزها مشروع اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية نشرتها الخارجية الروسية وعرضتها على النيتو والخارجية الأمريكية وتهدف إلى حل الخلافات الدولية سلميا والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها لحل أي خلاف الرئاسة الروسية كشفت أيضا عن استعدادها لمناقشة تلك الضمانات مع النيتو والأمريكيين وأنها منفتحة على الحوار لتطويرها لترضي جميع الأطراف وعلى ضوء هذا التوتر هناك تحرك أوروبي فألمانيا وفرنسا تبذلان جهودا لاستعادة صيغة نورماندي التي تتوسط بمجابها باريس وبرلين منذ عام 2014 بين أوكرانيا وروسيا لحل أي خلاف أما النيتو فهو أيضا لديه حلول لما لا تكون باستئناف عمل مجلس روسيا النيتو الذي تأسس في أعقاب الحرب الباردة وتفعيله بما يخدم الوضع في أوكرانيا ومساعي تخفيف حدته وللمعنيين بالأمر أيضا اقتراح حيث دعى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى مفاوضات مباشرة مع روسيا بهدف وقف الحرب في شرق بلاده ووضع حد للتوتر المتصاعد هناك الآن مع بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع زياد مثلا يقول في تغريدة على تويتر أتابع الأخبار بين روسيا وأوكرانيا والصين وأمريكا وحلف النيتو حرفيا أشعر بأن الحرب النووية ستبدأ غدا سلطان الاعتابي يقول إذا دخل النيتو في أي نزاع بين روسيا وأوكرانيا فإن جميع دول النيتو ستصبح على الفور أهدافا مشروعة لروسيا لمهاجمتها نفتح هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن عبر تطبيق زوم الدكتور جوزف سيرنسيوني عضو المجلس الاستشاري لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومن موسكو عبر الأقمار الاصطناعية سيد فيتشلاف ماتزوف الدبلوماسية الروسية السابق أهلا وسهلا بكما وأبدأ مع الدكتور جوزف ضيفي من واشنطن خصوصا مع تسلم واشنطن لهذه القائمة قائمة المقترحات الأمنية الروسية بخصوص الوضع في أوكرانيا المفترض أن عملية تشاور أمريكية أوروبي قد انطلقت للصياغ ترد على هذه المطالب كيف تتم مناقشة بنود هذه القائمة بين جناحي الأطلسي؟ أظن أن واشنطن الآن تود إرساء هذه الأساسات الجديدة للحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هناك مطالب عدة هناك أمور كثيرة الآن لا تزالوا عالقة في البيان ولكن أن روسيا الآن قلقة حيالة ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا في السنوات العشرين الماضية وطبعا هناك الآن التصويب والحاجة إلى التصويب لست متأكدا من أن الرئيس بايدن سيرتقي إلى كل المطالب الروسية هناك ثلاثة عناصر أولا زيادة إمداد أوكرانيا بالأسلحة وهذه الحزم التي يتم الحديث بشأنها مع هذه الأسلحة الأكثر تطورا فيما يتعلق بالأجهزة المضادة للصواريخ إلى آخره العام الثاني هناك الآن تحضير لنشر قوات النيتو قرب الحدود الروسية ليس في أوكرانيا ولكن في بولندا مثلا أو دول البلطيق إذا ما قرر بوتين بغزو أوكرانيا وثالثا هناك محاولة لردع بوتين من أي تغلغل في أوكرانيا من خلال التلوح بالعقوبات الصاحقة والفورية ووضع حد ربما لمشروع نوردستريم اثنين وهناك هذا الظن المتمثل في أن هذه الاقتراحات يجب أن تردع روسيا وهي ستكون كافية لحفها على المفاوضة طيب أنتقل لسيد بيتشلاف ماتازوف ضيفنا من موسكو والحقيقة أن موسكو بعد أن قدمت هذه القائمة من المطالب الأمنية منذ ذلك الحين وهي تطالب بالرد وتسأل عن الرد وحتى اليوم سيرجر يابكوف نائب وزير الخارجية روسي يقول أن الغرب يريد تحويل الوضع إلى عملية بطيئة ما هي الخيارات الروسية اليوم؟ وكيف تقارب موسكو احتمالات الرفض من قبل واشنطن وقوى النيتو أو الدول المشاركة في النيتو لهذه المطالب التي قدمتها طيلة الأيام الماضية؟ في كل تحليلات الدولية لمحللين حول أوضاع حدود أوكرانيا مع الروسيا مبدأ الواحد أساسي هو مبدأ مشوش أولا أن كل المنطلقات هي تبنية على احتمال الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وبدأ الحرب ضد أوكرانيا هذا في موسكو نستسنق هذا مطلقا لذلك إذا معطيات الأولية خطئة غالطة كيف ممكن نحن نناقش مواضيع السياسية النتائج من هذه العلاقات؟ لذلك أنا أتصور أن اقتراحات الروسية التي قدمت لأمريكا ليست هذا طلب مليح الذي مطلوب اليوم تطبيق أو لا تطبيق هذا ليست بهذا الشكل هذا أفكار روية روسية لطبيعة علاقات بين روسيا وولايات المتحدة على أساس البناء المؤهدة الأمن المشترك ليست روسيا تلتزم أن لا تتدخل إلى أي دولة أما أمريكا كذلك من جانبها تلتزم على احترام الأمن القومي الروسي ونفس الشيء مع الاتفاقية الأمن ومشترك بين روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي بشكل كامل لأن روسيا وزعت هذه المشروع المؤهدة ومشروع الاتفاقية طيب لكن سيد ماتزاو أنت تقول لي أن العمل العسكري روسي هو أمر مستبعد ومستثنى تماما لكن حتى في التصريحات الروسية اليوم على لسان نائب وزير الخارجية روسي سيد ريابكوف هو قال بأن موسكو مستعد لرد عسكريا لو انتهكت هذه الخطوط الحمر التي وصفتها هي وتقدمت بها في صورة مقترحات أو مطالب أمنية هل الخيار العسكري مستبعد بالنسبة لموسكو أم لا؟ هذه نقطة غير واضحة خصوصا لو تم رفض هذه المطالب الروسية ريابكوف ووزارة الخارجية الروسية وفي كريملين لا يتحدثون عن أي احتمال التدخل العسكري على أوكرانيا نحن نصر على تطبيق اتفاقية مينسك الذي روسيا تتقدم كأحد من ثلاثة رعاية لهذه العملية السياسية من هو يرفض اتفاقية مينسك؟ زيلنسكي رئيس أوكراني وولايات المتحدة تؤيده واليوم نحن نسمع الكلمات أخرى من قبل وزير خارجي أمريكي بلينكين الذي هو يتحدث اليوم عن ضرورة تطبيق اتفاقية مينسك ولكن قراءة اتفاقية مينسك على طريقة الأمريكية غالطة أساسا لأنهم ينظرون عليها كاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا هذا غير صحيح أن اتفاقية وقعت بين حكومة مركزية الأوكرانية والمناطق المتمردة دونيرسك ولوغانسك ورعي لهذا التطبيق هذه الاتفاقية هو ألمانيا فرنسا والروسيا ثلاثة دول لذلك دور روسيا ليست أحد أطراف النظام نقطة الأخرى الخلافية التي ليست هناك أبدا من اتفاق بشأنها هي مسألة ضم أوكرانيا أو احتمالية ضم أوكرانيا لحلف شمال أطلسي دكتور جوزيف، النيتو لديه التزام قديم منذ 2008 بضم أوكرانيا وجورجيا للحلف ولكن لم يحصل أي تقدم في هذا الملف منذ ذلك الوقت وحتى الآن هل هذه النقطة يمكن أن يحصل فيها تقدم أو تطور ما بالنسبة للمواطيات الحاصلة على الحدود الروسية الأوكرانية اليوم؟ الآن هناك هذا التوافق المنتشر في واشنطن أن توسع النيتو كان سريعا جدا وكان مفرطا به وهذا ما أقلق روسيا التي تعتبر أن النيتو كان آتيا ضد روسيا ولكن هذه النواية ليست الصحيحة وهذه الأهداف ليست المنشودة ولكن ربما من حق روسيا أن تقلق ولكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها أي شهية في توسيع النيتو حتى ولو قلنا أن جورجيا أن أوكرانيا قد تنضمن إلى النيتو هذا لن يحدث إذن إذا ما أراد الرئيس بوتين التزاما من الرئيس بايدن بعدم انضمام أوكرانيا لن يحصل على ذلك ولكن قد يحصل على تفاهم أو مفاده أنه الآن في عهد بايدن لن يكون هناك انضمام لأوكرانيا إلى النيتو وهذه ستكون مساومة قد تفرح الرئيس بوتين وربما هذا ما قد يؤدي إلى أقل توترات لكن هو الموضوع لا يتعلق فقط بمسألة أوكرانيا هو لو بحثنا في أسباب هذا التوتر أو العمق الحقيقي له هو التوتر الروسي غربي بالأساس هل يمكن الوصول لتفاهمات أو تسويات فيما يتعلق بهذه العلاقة الروسية الأطلسية المتوترة والتي باتت حتى تنذر بعودة أجواء الحرب الباردة نعم أنا أتفق وأن النيتو توسع في واشنطن أن هذه المبارزة تدخل ضمن هذه النزاعات العسكرية المحتملة الثلاثة تايوان أوكرانيا وإيران وفي الحالات الثلاثة كان هناك هذه الاحتمالية لتبلور عدم الاتفاق إلى النزاع ولكن أن الرئيس بايدن لا يود أن ينخرط عسكريا في أي من هذه البلدان الثلاثة ولكن يجب أن أقول أنه الآن هناك هذه المشاعر وهذا الشعور في أن بايدن يجب أن يرتقي إلى الموقف القوي الروسي فيما تعلق بأوكرانيا وإلا في خلاف ذلك أن الصين قد تفهم الإشارات بشكل خاطئ وتزداد عدوانية ضد طيوان وهذا ينطبق أيضا إلى أو على إيران التي ستشدد قبضتها على الشرق الأوسط إذن هذه الأزمات ربما تكون مرتبطة فيما بينها والآن الرئيس بايدن هو يحاول بكل ما في جعبته من أجل أن يبدو الآن ممسكا بزمام الأمور ولكن من دون أن يلحق الأذى العسكري لكن هو استراتيجيته تعتمد على تطبيق العقوبات بشكل كبير وهنا أريد رأيي سيد فتشلاف ما تزوف عن هذا الموضوع مسألة العقوبات في ظل هذا الخطاب التصاعد والتدريجية في رفع العقوبات وفرض العقوبات الغربية الأمريكية الأوروبية على روسيا ألا تخشى موسكو من عاقبة وتدعيات هذه العقوبات وفرضها بشكل أكبر أم هي تعاول على التكتلات والتحالفات مضادة مثل تلك التي تجمعها الآن بالصين كل التهديدات حول العقوبات هذا هي التهديدات الكلامية أكثر مما هو أمر الواقع لكن اليوم هناك تمديد بالفعل العقوبات التي كانت من المفترض أن تنتهي في يناير عقوبات كل مرتبطة مع غزو الروسيا على أوكرانيا طيب اسمح لي سيد بيتشلاف ماتازوف يبدو أن لدينا فقط صعوبة تقنية بسيطة مع صوتك سأعود إلى واشنطن لحين يصلح زملائي مسألة الصوت والأمور التقنية أعود لك دكتور جوزف في هذه النقطة تحديدا اليوم ما يتحدث عنه بايدن وإدارة السيد بايدن وحتى القوى الغربية هو مسألة سلاح العقوبات هل التلويح برفع وفرض العقوبات بشكل كبير ورفع مستوى وشدة وحدة العقوبات على روسيا هو أمر كفيل بتحقيق الردع في حال كان التفكير بغزو روسي لأوكرانيا إن العقوبات أداة أساسية ولكن ليست الوحيدة الآن ما يتم الحديث عنه هي العقوبات القصوى أولا التي قد تصل إلى إلغاء نوردستريم 2 وهذا المشروع أخذ من روسيا 20 عاما من أجل بنائه وهذا سيكون كارثة اقتصادية ضخمة بالنسبة لروسيا إذا ما تم إلغاء المشروع والأمر الثاني هناك الآن عقوبات شخصية يمكنها أن تضع يمكن الولايات المتعدة الأمريكية أن تضعها أو تفرضها على شخص الرئيس بوتين على حلفائه على شركائه مع هذه العقوبات التي قد تستهدف الأشخاص بنفسهم وربما هذا ما يزيح أو قد يزيح روسيا عن المنظومة العالمية للدفع كما انطبق الأمر على إيران وأبعادها عن النظام المصري في العالم وهذا قد يلحق الطبيعات وخيمة بالاقتصاد الروسي الآن وما يهدد أيضا الدور الذي يحظى به الرئيس بوتين في روسيا ولكن هذا سيتغير في حال الكارثة الاقتصادية في روسيا كنتيجة للعمل العسكري ولكن أن الغزو العسكري لا يمكن أن ينجح لأن الجيش الأوكراني الآن اكتسب أمكانات إضافية بالمقارنة مع 2014 اكتسب أسلحة جديدة أكثر تطورا وهذه ستكون معركة شرسة بالنسبة لبوتين ولأجل ذلك أظن أن الرئيس بوتين لم يقرر الآن إذا ما سيغزو أو لن يغزو ولكن الآن هو يضع هذه الضغوط هو يستحوذ على انتباه الغرب ولكن لم يقرر الخطوة التالية شكرا جزيلا لك من واشنطن عبر تطبيق زوم الدكتور جوزيف سيرنسيوني عضو المجلس الاستشاري لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق وأشكر أيضا من موسكو عبر الأقمال الاصطناعية سيد فيتشلاف ماتزوف الدبلوماسي الروسي سابق كنا نود الاستماع إلى رأيك لكن للأسف تعذر التواصل من المصدر شكرا جزيلا لكم على المشاركة وكل هذه التفاصيل